الفصل السابع عشر البشرون بقدوم الصباح من أروع الحقائق المعلنة في الكتاب المقدس وأمجدها نفسه حقيقة المجيء الثاني للمسيح ليكمل عمل الفداء العظيم فشعب الله المتغرب المطروك طويلا ليتغرب في أرض ظلال الموت يعطى رجاء مفرحا في الوعد بمجيء ذاك الذي هو القيامة والحياة ليرد من فيه إن تعليم المجيء الثاني هو محور الكتاب المقدس فمنذ أن خرج أبوان الأولان من عدن حزينين ظل أبناء الإيمان ينتظرون مجيء ذاك الموعود به ليحطم سلطان المهلك ويعيدهم إلى الفردوس المفقود وقد كان رجال الله القدسون قديما يتشوقون إلى مجيء مسيا في مجده كمنتهى رجائهم إن أخنوخ الذي كان السابع من آدم والذي لمدة ثلاثة قرون صار مع الله أعطي له وعد بأن يرى من بعيد مجيء المخلص فأعلن قائلا هو ذا قد جاء الرب في رابوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع يهودا الإصحاح الرابع عشر والخامس عشر وأيوب الشيخ الوقور صاح من وسط بلواهي بثقة عظيمة قائلا أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم أيوب الإصحاح التاسع عشر العدد الخامس والعشرون ومن جسدي أعين الله الذي أنا أعينه بنفسي وعيناي طريانه لا غيري أيوب الإصحاح التاسع عشر العدد السادس والعشرون والسابع والعشرون ترجمت سنة الف وثمانمائة وثمانية وسبعين إنما جاء المسيح ليحقق ملك البر ألهم الكتاب القديسين بأسمى الأقوال الحماسية لقد تكلم شعراء الكتاب وأنبيائه طويلا عن هذا الأمر بكلام يتوهج بالنار السماوية ولقد تغنى صاحب المزمير بعظمة ملك إسرائيل وقدرته وجلاله فقال من صهيون كمال الجمال الله أشرق يأتي إلى هنا ولا يصمت نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا يضع السماوات من فوق والأرض إلى مديانة شعبه مزمور الإصحاح الخمسون العدد الثاني إلى العدد الرابع لتفرح السماوات والتبتهج الأرض أمام الرب لأنه جاء جاء ليدين الأرض يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته مزمور الإصحاح السادس والتسعون العدد الحادي عشر إلى الثالث عشر وقال النبي إشعياء تحيا أمواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب لأن طلك طل أعشاب والأرض تسقط الأخيلة يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا إلى هنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه إشعياء الإصحاح السادس والعشرون العدد التاسع عشر الإصحاح الخامس والعشرون العدد الثامن والتاسع وحاب قوق وهو ذاهل من جلال الرؤية المقدسة أبصر السيد في مجيئه فقال الله جاء من تيمانا والقدوس من جبل فارانا جلاله غط السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور وقف وقاس الأرض نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم مسالك الأزلة ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص أبصرتك ففزعت الجبال أعطت اللجة صوتها رفعت يديها إلى العلاء الشمس والقمر وقف في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك حبقوق الإصحاح الثالث العدد الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والحادي عشر والثالث عشر وعندما كان المخلص موشكا أن يرحل عن تلاميذه عزاهم في حزنهم بيقين مجيئه الثاني قائلا لهم لا تضطرب قلوبكم في بيت أبي منازل كثيرة أنا أنضي لأعدى لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي يحنى الإصحاح الرابع عشر العدد الأول إلى الثالث متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب متى الإصحاح الخامس والعشرون العدد الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون ثم إن الملكين الذين بقي على جبل الزيتون بعد صعود المسيح رددا على مسامع التلاميذ الوعد بمجيئه قائلين إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء أعمال الإصحاح الأول العدد الحادي عشر وإذ كان بوليس الرسول يتكلم بروح الإلهام شهد قائلا لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء سالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد السادس عشر وهاهو نبي بطمس يقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين رؤيا الإصحاح الأول العدد السابع وحول مجيئه تتجمع أمجاد رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القدسين منذ الظهر أعمال الإصحاح الثالث العدد الواحد والعشرون وحينئذ سيتلاشى حكم الشر الطويل الأمد وتصير ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين رؤيا الإصحاح الحادي عشر العدد الخامس عشر فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه إشعياء الإصحاح الأربعون العدد الخامس الإصحاح الواحد والستون العدد الحادي عشر الإصحاح الثامن والعشرون العدد الخامس حينئذ فإن مملكة المسيح التي ظل الشعب يطوق إليها طويلا والتي هي مملكة السلام ستثبت تحت كل سماء فإن الرب قد عز صهيون عز كل خرابها ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب ويدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون لا يقال بعد لك مهجورة ولا يقال بعد لأرضك موحشة بل تدعينا حفصيبة وأرضك تدعى بعولة وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك إشعياء الإصحاح الواحد والخمسون العدد الثالث الإصحاح الخامس والثلاثون العدد الثاني الإصحاح الثاني والستون العدد الرابع والخامس لقد كان مجيء الرب رجاء أدباعه الأمناء في كل عصر ووعد المخلص الودعي الذي أعطاه على جبل الزيتون بأنه سيأتي ثانية أنار المستقبل أمام تلاميذه مالئا قلوبهم فرحا ورجاء لم يكن للحزن أن يطفئه ولا لتجارب أن تظلمه ففي وسط الألم والاتهاد كان ظهور الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح هو الرجاء المبارك إن مسيحي تسالونيكي إذ كانت قلوبهم مفعمة حزنا وهم يدفنون أحباءهم الذين كانوا يرجون أن يعيشوا حتى يروا مجيء الرب وجه معلمهم بوليس أفكارهم إلى أن القيامة ستحدث عند مجيء المخلص وحينئذ سيقوم الأموات في المسيح ويخطفون مع الأحياء لملاقات الرب في الهواء قال بوليس وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد السابع عشر والثامن عشر وإذ كانت تلميذ الحبيب في جزيرة بوتموس الصخرية سمع هذا الوعد نعم أنا آتي سريعا فجاء جوابه المشتاق مجاهرا بطلبة الكنيسة في كل غربتها قائلا آمين تعالى أيها الرب يسوع رؤيا الإصحاح الثاني والعشرون العدد العشرون فمن أعماق ظلمات السجون ومن فوق المنصات التي أعدت لحرق الضحايا والمشانق التي من فوقها شهد الشهداء والقدسون للحق يجيء نطق إيمانهم ورجائهم عبر أجيال التاريخ فإذ كانوا متحققين من قيامة السيد ومتحققين تبعا لذلك من قيامتهم عند مجيئه كما يقول أحد هؤلاء المسيحيين اصدروا بالموت لأنهم كانوا متعالين عليه كانوا راغبين في النزول إلى القبر لكي يقوموا أحرارا كانوا ينتظرون أن يأتي الرب من السماء في السحاب بمجد أبيه ليأتي للأبرار بأزمنة الملكوت وكان الوالدنسيون يعتنقون هذا الإيمان نفسه وكان ويكليف يتطلع إلى الأمام إلى ظهور الفادي كأنه رجاء الكنيسة وقد أعلن لثر قائلا إني مقتنع بكل يقين أن يوم الدينونة لن يتأخر بعد اليوم ثلاثمائة سنة كاملة فالله لا يقدر ولن يستطيع الصبر على هذا العالم الشرير أكثر من هذا إن اليوم العظيم يقترب وفيه ستخرب مملكة الأرجاس وقد قال بيلانكثون إن هذا العالم الهرم ليس بعيدا من نهايته وكليف يأمر المسيحيين ألا يترددوا بل أن يشتاقوا بكل حرارة إلى مجيء المسيحة كأسعد حدث وهو يعلن أن كل أسرة الأمناء يجعلون ذلك اليوم نصب عيونهم دائما ويقول ينبغي لنا أن نجوع إلى المسيح ونطلب ونتأمل حتى يبزغ فجر ذلك اليوم العظيم عندما يعلن الرب مجد ملكوته كاملا وقد قال ناكس المصلح الاسكتلندي ألم يحمل ربنا يسوع جسدنا إلى السماء؟ وهل هو لن يعود؟ نحن نعلم أنه سيعود وسيعود سريعا وكان رادلي وليتمير ألذان بذل حياتهما لأجل الحق ينتظران مجيء الرب بإيمان وقد كتب رادلي يقول إن العالم من دون شك وهذا ما أعتقده يقينا ولذلك أصرح به يقترب من النهاية لذلك يجب أن نشترك مع يوحنى خادم الله فنصرخ بملء قلوبنا إلى مخلصنا المسيح قائلين تعالى أيها الرب يسوع وقد قال باكستر إن الأفكار الخاصة بمجيء الرب محببة ومفرحة لي إن كوننا نحب ظهوره وننتظر ذلك الرجاء المباركة هو عمل الإيمان وصفة قديس العلي إذا كان الموت هو آخر عدو يبطل عند القيامة فيمكننا أن نتعلم بأية غيرة وحرارة ينبغي للمؤمنين أن يشتاقوا إلى مجيء المسيح ثانية ويصل حتى تتم هذه الغلبة الكاملة والأخيرة هذا هو اليوم الذي ينبغي لكل المؤمنين أن يشتاقوا إليه ويرجوه وينتظروه كإتمام لكل عملية فدائهم ولكل رغائب نفوسهم ومساعيها أسرع يا رب وعجل هذا اليوم المبارك السعيد هذا كله رجاء الكنيسة الرسولية والكنيسة في البرية ورجاء المصلحين إن النبوات فضلا عن كونها قد سبقت فأنبأت عن كيفية مجيء المسيح وغايته فإنها قد أوردت العلامات التي بموجبها يعرف الناس قرب مجيئه قال يسوع ولتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم لوقة الإصحاح الواحد والعشرون العدد الخامس والعشرون الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد مرقص الإصحاح الثالث عشر العدد الرابع والعشرون إلى السادس والعشرين وهكذا يصف الرأي أول العلامات التي تسبق المجيء الثاني فيقول وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدمي رؤية الإصحاح السادس العدد الثاني عشر كارثة لشبونة وقد رؤيت هذه العلامات قبل بدء القرن التاسع عشر وإتماما لهذه النبوة حدثت في سنة 1755 أرهب زلزلة سجلت ومع أن المشهورة عنها أنها زلزلة لشبونة فقد امتدت إلى أبعد أنحاء أوروبا وإفريقيا وأمريكا فقد أحس بها الناس في كرينلاند وجزر الهند الغربية وجزيرة ماديرا والنرويج والسويد وبريطانيا العظمى وإيرلاندا ضمن مساحة لا تقل عن أربعة ملايين ميل مربع وقد كانت شدة الهزة في إفريقيا كما كانت في أوروبا تقريبا وقد خرب قسم كبير من بلاد الجزائر وعلى مسافة قريبة من مراكش ابطلعت قرية عدد سكانها ثمانية أو عشرة آلاف نسمة في جوف الأرض وقد اكتسحت موجة هائلة شاطئ إسبانيا وإفريقيا فتلعت مدنا وأحدثت تخريبا عظيما كانت الهزة على أشدع فيها في إسبانيا والبرتغال ففي قادس قيل إن ارتفاع الموجة بلغ ستين قدما وأعظم الجبال في البرتغال اهتزت بقوة هائلة كأنما من أساسها وبعض منها حدثت في قممها شقوق فتمزقت بطريقة عجيبة وقضفت كتل هائلة من صخورها إلى الأودية المجاورة وقيل أن لها بنار خرجت من تلك الجبال وفي لشبونة سمع صوت رعد من تحت الأرض وبعد ذلك حالا أسقطت هزة عنيفة الجانب الأكبر من المدينة وفي مدى ست دقائق هلك ستون ألف من السكان في البدء تراجع البحر وجفت مياه الميناء وبعد ذلك ارتدت المياه وكان ارتفاعها يبلغ خمسين قدما أو أكثر فوق السطح العادي وبين الأشياء غير العادية التي حدثت في لشبونة والتي قيل أنها وقعت في أثناء تلك الكارثة هبوط رصيف جديد مبني كله من الرخام بلغ تكاليفه مبلغا كبيرا وكان قد تجمع جمهور كبير من الناس على ذلك الرصيف طلب للنجاة لظنهم أنهم سيكونون بعيدين من الأنقاض المتساقطة ولكن فجأة غاص الرصيف بكل من كانوا واقفين عليه ولم تطفوا على سطح الماء جثة واحدة من تلك الجثث كان من نتائج الزلزلة سقوط كل الكنائس والأديرة ومعظم الأبنية العامة وأكثر من ربع البيوت وفي خلال ساعتين بعد تلك الهزة اشتعلت النيران في أحياء مختلفة وظلت في عنفها تلتهم ما أمامها لمدة ثلاثة أيام حتى خريبت المدينة تماما وقد حدثت الزلزلة في يوم مقدس عندما كانت الكنائس والأديرة مزدحمة بالناس الذين لم ينجوا منهم غير القليل جدا أما الرعب الذي شمل الناس فكان بعيدا عن الوصف لم يبكي أحد فلم يكن مجال لسكب الدموع بل جعل الناس يجرون إلى هنا وهناك وهم يهذون من هول الرعب والدهشة وكانوا يلطمون وجههم ويقرعون صدرهم وهم يقولون لقد انتهى العالم ونسيت الأمهات أولادهن وكنا يركضن حاملات تماثيل الصلبان ولسوء الخظ ركض كثيرات منهن إلى الكنائس ليحتمين فيها ولكن عبثا عرضا سر القربان المقدس وعبثا احتضن الناس المساكين المذابح لقد دفنت التماثيل والكهنة والشعب في ذلك الضمار الواحد الشامل وقدر أن عدد النفوس التي هلكت في ذلك اليوم المخيف بلغ تسعين ألف ظلام الشمس والقمر وبعد ذلك بخمس وعشرين سنة ظهرت العلامة التالية المذكورة في النبوة أي ظلام الشمس والقمر والذي زاد من الدهشة عند ظهور هذه العلامة هو حقيقة كون وقت إتمامها كان قد أشير إليه بكل وضوح وأم بأبه ففي حديث المسيحة مع تلاميذه على جبل الزيتون إذ وصف لهم المحنة الطويلة التي ستمر بها الكنيسة أي مدة ألف ومائتين وستين سنة من الاضطهاد البابوي والتي قال فيها السيد أن مدة الضيق ستقصر ذكر بعض العلامات الخاصة التي ستسبق مجيئة وحدد الزمن الذي ستحدث فيه أولى تلك الحوادث فقال وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه مرقص الإصحاح الثالث عشر العدد الرابع والعشرون إن الألف ومائتين وستين يوما أو سنة انتهت في عام ألف وسبعمائة وثمانية وتسعين وقبل ذلك بربع قرن كان الاضطهاد قد أوشك على الانتهاء وبحسب كلام المسيح كان سيعقب هذا الاضطهاد ظلام الشمس ففي التاسع عشر من آيار مايو عام ألف وسبعمائة وثمانين تمت هذه النبوة إن يوم الظلام الذي وقع في التاسع عشر من آيار مايو عام ألف وسبعمائة وثمانين يكاد يكون يوما فريدا إن لم يكن هو اليوم الأوحد إطلاقا كأعظم يوم غامض في الظاهرة التي لم يجد الناس لها تفسيرا بعد فلقد شملت كل السماوات المنظورة والجو في نيو إنجلاند ظلمة لم يعرف مصدرها ولا أمكن التعليل عنها ويصف شاهد عيان ممن كانوا يعيشون في ماساتشوستس ذلك الحادث بقوله في الصباح أشرقت الشمس صافية ولكن سرعان ما شملها الظلام صرت الصحب منخفضة وهي إذ كانت سوداء ومنذرة بالخطر كما بدى عليها حالا لمعت منها البروق ودمدمت الرعود وانهمر مطر قليل وحوالي الساعة التاسعة صارت الصحب أقل كثافة وصار منظرها كالنحاس الأصفر أو الأحمر فتغيرت مناظر الأرض والصخور والأشجار والمباني والماء والناس بفعل ذلك النور الغريب الذي ليس من الأرض وبعد دقائق قليلة انتشرت سحابة سوداء في الجو كله باستثناء حيز صغير جدا في الأفق وكانت الدنيا ظلاما كما تكون عادة في الساعة التاسعة من إحدى ليالي الصيف وبتدريج امتلأت عقول الناس بالخوف والجزع والرهبة وقد وقفت النساء أمام أبوابهن ينظرنا إلى ذلك المنظر المظلم وعاد الرجال من عملهم في الحقول والنجار ترك أدوات نجارته والحداد ترك كوره وتاجر ترك متجره وقد صرف التلاميذ من مدارسهم ليعودوا إلى بيوتهم فعادوا مرتعبين والمسافرون لجأوا إلى أقرب مزرعة وتردد هذا السؤال على كل لسان وفي كل قلب ما الذي سيحدث؟ وقد بدى كأن إعصارا موشك أن يهب على البلاد أو كأن هذا اليوم هو يوم نهاية كل شيء وقد أضيئت الشموع وأوقدت نيران المواقد التي أرسلت نورها كما في ليلة من ليالي الخريف لا قمر فيها وعادت الدواجن إلى صغارها لتهجع وتنام والمواشي تجمعت في مراعيها وجعلت تخور والضفاضع جعلت تنقنق والطيور بدأت تنشد أغنيات المساء وجعلت الخفافيش تطير هنا وهناك أما بن الإنسان فكانوا يعلمون أن الليلة لم يأتي بعد أقام الدكتور نيثنائيل هويتيكر رعي كنيسة التابريناكل في سليم خدمات دينية في بيت الصلاة وألقى عظة فيها أعلن أن الظلمة فائقة الطبيعة وأقيمت اجتماعات أخرى في أماكن متعددة وكانت الآيات التي بنيت عليها العظات المرتجلة قد أجمعت كلها على أن تلك الظلمة كانت متفقة مع النبوات الكتابية وقد زادت شدة الظلمة حالاً بعد الساعة الحادية عشرة وفي معظم أنحاء البلاد كان الظلام كثيفاً بحيث لم يكن أحد يستطيع أن يتبين الوقت لا من الساعات الصغيرة ولا من ساعات الحائط ولا أن يتناول غداءه أو يدير شؤون بيته من دون استخدام أنوار الشموع كان ذلك الظلام واسع النطاق وقد لوحظ أنه امتد حتى إلى فالموث شرقاً أما في الغرب فقد وصل إلى أبعد أطراف كناكتيكوت وإلى ألباني وفي الجنوب رؤيا على شواطئ البحر وفي الشمال امتد إلى أقصى حدود أماكن الاستطان الأمريكية شهادة التاريخ وقبل الغروب بساعة أو ساعتين حلّى مكان الظلام الكثيف نور النهار الصافي جزئياً فظهرت الشمس وإن تكن لتزال مكتنفة بضباب أسود ثقيل وبعض الغروب تجمعت الصحب ثانية فوق الرؤوس وصرعان ما زاد ظلمها وكذلك لم يكن ظلم الليل عادياً ولا أقل رعباً من ظلمة النهار فمع أن القمر كان تقريباً بدراً فلم يكن من يستطيع أن يميز الأشياء من دون الاستعانة بالأنوار الصناعية التي عندما كانت تشاهد من البيوت المجاورة أو الأماكن البعيدة كانت ترى مكتنفة بظلمة كظلمة مصر التي كان يمكن لآشعة النور أن تخترقها بالجهد وقد قال شاهد عيان لهذا المنظر في ذلك الحين لقد أمكنني أن أفهم وقت إذن أنه لو أن كل الأجرام السماوية المضيئة في كل المسكونة لفت في ظلمات لا ينفذ إليها النور أو لو محيت من الوجود لما كان الظلام حينئذ أشد من هذا الذي رأيته ومع أن القمر كان قد توسط السماء في التاسعة مساء فأرسل أنواره فإنه لم يكن له أقل أثر في طرد الظلمات الشبيهة بظلمات الموت وبعد منتصف الليل انقشعت الظلمة وعندما ظهر القمر لأول مرة كان يشبه الدم في لونه يسمى يوم التاسع عشر من أيار مايو من عام 1780 اليوم المظلم في التاريخ فمنذ عهد موسى لم يسجل التاريخ فترة مظلمة في مثل حلوكة هذا اليوم أو اتساعه أو مدته إن وصف هذا الحادث كما قدمه شهود العيان إنما هو صدى لكلام الرب الذي سجله يؤيل النبي قبل إتمامه بألفين وخمسمائة سنة إذ قال تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف يؤيل الإصحاح الثاني العدد الواحد والثلاثون علامات أخرى للمجيء لقد أمر المسيح شعبه أن يراقب علامات مجيئه ويفرح حين يرون علامات مليكهم الآتي فقال ومتى ابتدأت هذه تكونوا فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب ثم وجه أنظار تابعيه إلى ظهور براعم الأشجار في الربيع فقال متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب لوقا الإصحاح الواحد والعشرون العدد الثامن والعشرون والثلاثون والواحد والثلاثون ولكن إذا احتلت الكبرياء والتمسك بالطقوس مكان روح الودعة والورع في الكنيسة فترت المحبة للمسيح والإيمان بمجيئه وإذن غمس أولئك المعترفون بولائهم لله في الأمور الدنيوية وصاروا يركضون في أثر المصرات العالمية عميت أذهانهم عن تعليمات المخلص الخاص بعلامات ظهوره لقد أهمل تعليم المجيء الثاني والأقوال الإلهية الخاصة به حجبها التحريف إلى حد أن أغفلت ونسيت إلى حد كبير هكذا كانت الحالة في كنائس أمريكا على الخصوص فالحرية والراحة اللتاني كانت كل طبقات المجتمع تنعم بهما واجتهاء الغنى والطموح في طلب الترف والشوق الطاغي إلى جمع المال والاندفاع القوي نحو الشهرة والسلطان الأمور التي بدأ أنها في متناول أيدي الجميع كل هذا جعلت الناس يركزون اهتمامتهم وآملهم في أمور هذه الحياة ويبعدون عن تفكيرهم إلى المستقبل البعيد ذلك اليوم الخطير الذي فيه سيزول ويبطل نظام الأشياء الحاضرة عندما وجه المخلص أفكار تابعه إلى علامات مجيئه الثاني أنباءهم عن حالة الارتداد التي ستعم العالم قبيل ذلك فكما كانت الحال في أيام نوح كذلك ستكون الحال حينئذ إذ سيكون النشاط وحركة التجارة العالمية على أشدهما وكذلك السعي في أثر المصرات والبيع والشراء والغرس والبناء ثم إن الناس سيزوجون ويتزوجون وفي الوقت نفسه ينسون الله والحياة الآتية فلمثل أولئك العائشين في هذا الوقت يقدم المسيح إنذاره قائلا فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقلوا قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة اصهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان لوقة الإصحاح الواحد والعشرون العدد الرابع والثلاثون والسادس والثلاثون يصور وحالة الكنيسة في هذا الوقت قول المخلص في سفر الرؤية أن لك اسما أنك حي وأنت ميت والذين يرفضون أن يستيقظوا من تمأنينتهم الكاذبة وعدم اكتراثهم يقدم إليهم ذلك الإنذار الخطير القائل إن لم تصهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي تساعة أقدم عليك رؤيا الإصحاح الثالث العدد الأول والثالث كانت الحالة تدعو إلى أن يصح الناس وينتبه إلى خطرهم وأن يستيقظوا للتأهب للأحداث الخطيرة المتصلة بنهاية الاختبار ويعلن النبي الله قائلا لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيقه من يستطيع أن يثبت عندما يقترب ذاك الذي عيناه طهرما أن تنظر الشر ولا يستطيع النظر إلى الجور يؤيل الإصحاح الثاني العدد الحادي عشر حبقوق الإصحاح الأول العدد الثالث عشر أما الذين يصرخون قائلين يا إلهي نعرفك ومع ذلك يتعدون عهده ويسرعون وراء آلهة أخرى ويخفون الإثم في قلوبهم ويحبون طرق الظلم لهؤلاء يكونوا يوم الرب أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما ولا نور له هوشع الإصحاح الثامن العدد الأول والثاني مزمور الإصحاح السادس عشر العدد الرابع عموس الإصحاح الخامس العدد العشرون ويكون في ذلك الوقت يقول الرب أني أفتش أورشليما بالسرج وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسيء صفانيا الإصحاح الأول العدد الثاني عشر وأعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على إثمهم وأبتل تعظم المستكبرين وأضعوا تجبر العتاة إشعياء الإصحاح الثالث عشر العدد الحادي عشر لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابة صفانيا الإصحاح الأول العدد الثامن عشر والثالث عشر الدعوة إلى النهود ونبي إرميا إذ نظر إلى هذا الوقت المخيف صاح قائلا توجعني جدران قلبي لا أستطيع السكوت لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب بكسر على كسر نودية إرميا الإصحاح الرابع العدد التاسع عشر والعشرون ذلك اليوم يوم صخة يوم ضيق وشدة يوم خراب وضمار يوم ظلام وقتام يوم سحاب وضباب يوم بوق وهتاف صفانيا الإصحاح الأول العدد الخامس عشر والسادس عشر هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بصخة وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها إشعيا الإصحاح الثالث عشر العدد التاسع وفي نور ذلك اليوم العظيم تدعون كلمة الله بلغة مهيبة ومؤثرة وتدعوا شعب الله كله لينهضوا من سباتهم الروحي ويلتمسوا وجهه بالتوبة والتذلل فيقول أضربوا بالبوق في صهيون صوتوا في جبل قدسي ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشودوا الشيوخ اجمعوا الأطفال وراضيع الثدي ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها أرجعوا إلى الرب إلى هكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة يؤيل الإصحاح الثاني العدد الأول والخامس عشر إلى السابع عشر الثاني عشر والثالث عشر ولأجل إعداد شعب الرب للوقوف في يوم الله كان لابد من إجراء إصلاح عظيم لقد رأى الله أن كثيرين من المعترفين بأنهم شعبه لم يكونوا يبنون للأبدية ففي رحمته كان من المنتظر أن يرسل إليهم رسالة إنذار لإيقاظهم من خمولهم وليجعلهم يستعدون لمجيء الرب وهذا الإنذار نجده في رؤية أربعة عشر ففي هذا الإصحاح توجد رسالة مثلثة وهي موصوفة بأنها معلنة على أفواه خلائق سماوية ويتبع ذلك مباشرة مجيء بن الإنسان ليجمع حصيد الأرض وأول هذه الإنذارات يعلن عن الدينونة المقبلة لقد رأى النبي ملاكا طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ويا نبي علميا رؤية الإصحاح الرابع عشر العدد السادس والسابع هذه الرسالة أعلن عنها أنها جزء من البشارة الأبدية فالكرازة بالإنجيل لم يكلف بها الملائكة بل الناس لكن الملائكة القدسين كلفوا بتوجيه وإدارة هذا العمل لقد كلت إليهم الحركات العظيمة لأجل خلاص الناس إلى أن الإعلان الفعلي للإنجيل يقوم به خدام المسيح على الأرض فالناس الأمناء الذين كانوا مطعين إلهام روح الله وتعليم كلمته كان عليهم أن يعلنوا هذا الإنظار للعالم إنهم هم الذين انتبهوا إلى الكلمة النبوية وهي أثبتوا وهي السراج المنير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح بطرس الثانية الإصحاح الأول العدد التاسع عشر لقد كانوا يطلبون معرفة الله أكثر من كل الكنوز إذ حسبوا تجارتها خيرا من تجارة الفضة وربحها خيرا من الذهب الخالص أمثال الإصحاح الثالث العدد الرابع عشر والرب قد أعلن لهم عظائم ملكوته سر الرب لخائفه وعهده لتعليمهم مزمور الإصحاح الخامس والعشرون العدد الرابع عشر رجال متواضعون يقدمون الرسالة ولم يكن العلماء اللهتيون هم الذين فهموا هذا الحق وأذعوه فلو كان هؤلاء الناس حراسا أمناء وفتشوا الكتب باجتهاد في روح الصلاة لأمكنهم أن يعرفوا ذلك الهزيع من الليل وكانت الكتب المقدسة قد كشفت لهم عن الحوادث الوشيكة الوقوع ولكنهم لم يقوموا بمطالب ذلك المركز فسلمت الرسالة إلى جماعة من المساكين المتواضعين لقد قال يسوع فسيروا ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام يوحنى الإصحاح الثاني عشر العدد الخامس والثلاثون فالذين يتعدون عن النور الذي قد أعطاه الله أو الذين يهملون في طلبه حين يكونوا في متناول أيديهم يتركون في الظلام لكن المخلص أعلن قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة يوحنى الإصحاح الثامن العدد الثاني عشر فكل من يطلب أن يعمل إرادة الله بقصد وعزم موحدين وبكل غيرة ينتبه إلى النور المعطى من قبل سيحصل على نور أكمل فلمثل تلك النفس سترسل السماء نجما ذا لمعان سماوي ليرشدها إلى كل الحق عند المجيء الأول للمسيح كان يمكن للكهنة والكتبة في المدينة المقدسة الذين تؤمنوا على أقوال الله أن يفهموا علامات الأزمنة ويعلنوا عن مجيء السيد الموعود به لقد حددت نبوة ميخا مكان مولده وكذلك حدد دانيال زمان مجيئه ميخا الإصحاح الخامس العدد الثاني دانيال الإصحاح التاسع العدد الخامس والعشرون وقد سلم الله هذه النبوات لرؤساء اليهود ولم يكن لهم عذر لو أنهم لم يعرفوا ولم يعلنوا للشعب أن مجيء المسيح قريب فقد كان جهلهم نتيجة إهمالهم الخاطئ كان اليهود يبنون أضرحة أنبياء الله الذين قتلوا بينما هم بإكرامهم لعظماء الأرض كانوا يبدون ولاءهم لعبيد الشيطان فإذ كانوا منغمسين في منازعتهم وطموحهم في طلب المركز السامي والسلطان بين الناس غابت عن أنظارهم الكرامات الإلهية الممنوحة لهم من ملك السماء كان ينبغي لشيوخ إسرائيل أن يدوموا على البحث والاستقصاء عن مكان أعظم حادث في تاريخ العالم وعن زمانه وظروفه أي مجيء ابن الله لأجل فداء الإنسان باهتمام خشوعي عميق وكان ينبغي لكل الشعب أن يكونوا ساهرين ومنتظرين لكي يكونوا أول من يرحبون بفادي العالم ولكن هنا في بيت لحم كان يوجد مسافران متعبان كان قد قطع الشارع الضيق بطوله إلى طرف البلدة الشرقي يبحثان عبثا عن مكان يلجآن إليه ويستريحان فيه تلك الليلة ولكن لا بيت فتح بابه لقبولهما وفي النهاية وجدا ملجأا في حضيرة قدرة من حضائر الماشية وهناك ولد مخلص العالم أخبار مفرحة لقد رأت ملائكة السماء المجد الذي كان لابن الله عند أبيه قبل كون العالم فباهتمام عظيم تشوقوا إلى ظهوره على الأرض كحادث يسبب أعظم فرح لجميع الشعب وقد تعين على الملائكة أن يحمل البشر للذين كانوا متأهبين لقبولها والذين كانوا بكل فرح سيذيعونها على كل ساكين الأرض لقد تنازل المسيح فاتخذ لنفسه طبيعة الإنسان وكان عليه أن يحمل عبءا ثقيلا من الويل والألم إذ كان عليه أن يجعل نفسه ذبيحة إثم ومع ذلك فقد كان الملائكة يطوقون إلى أن يبدو ابن العلي في عظمة ومجد يليقان بصفاته حتى وهو في حالة الاتضاع فهل سيجتمع عظماء الأرض في عاصمة إسرائيل ليحيوه عند مجيئه وهل ستقدمه جيوش الملائكة إلى الجموع التي تنتظره إن ملاكا ينزل إلى الأرض ليرى من هم المتأهبون للترحيب بيسوع ولكنه يكاد لا يرى علامة من علامات الانتظار ولا يسمع صوت التسبيح والانتصار لكون وقت مجيئ مسيح على الأبواب ها الملاك يطير بعض الوقت فوق المدينة المختارة والهيكل الذي كان يعلن فيه الحضور الإلهي أجيالا طويلة ولكن حتى في هذا المكان يرى عدم الاكتراث نفسه إن الكهنة في فخامتهم وكبريائهم يقدمون ذبائح معيبة في الهيكل والفريسيون يخاطبون الشعب بأصواتهم العالية أو يتفاخرون بتقديم صلواتهم في زوايا الشوارع وفي قصور الملوك وفي مجتمعات الفلاسفة وندوتهم وفي مدارس معلم النموس الجميع عديم الاكتراث ولا يلقون بالا إلى الحقيقة العجيبة التي قد ملأت السماء فرحا وتسبيحا وهي أن فادي البشر منتظر ظهوره على الأرض لا برهان على أن الناس ينتظرون المسيح ولا استعدادات لقدوم رئيس الحياة والرسول السماوي في ظهوله موشك أن يعود إلى السماء ومعه ذلك الخبر المخجل وإذا به يكتشف جماعة من الرعاة الذين يحرسون قطعانهم في الليل وإذ يشخصون إلى السماء التي زانتها النجوم يتأملون في النبوة الواردة عن مسيح الآتي إلى الأرض ويطوقون لمجيء فادي العالم هنا جماعة متأهبة لقبول رسالة السماء وفجأة يظهر ملاك الرب معلنا بشارة الفرح العظيم وهل مجد السماوي يغمر ذلك السهل كله ويظهر جمع غفير من الملائكة وكأنما الفرح عظيم جدا بحيث لا يستطيع رسول واحد أن يعلنه من السماء وإذا بأصوات كثيرة عذبة تتغنى بأنشودة السماء التي ستتغنى بها فيما بعد أمم الأرض جميعا قائلا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة لوقة الإصحاح الثاني العدد الرابع عشر ما أعظم قصة بيت لحم هذه من درس عجيب لنا وكم توبخ عدم إيماننا وكبريائنا واكتفائنا بذواتنا وكم تنذرنا بأن نحترس لنفوسنا بعدم مبالتنا المجرمة نخيب نحن أيضا فلا نميز علامات الأزمنة ولذلك لا نعرف زمان افتقادنا لم يجد الملاك مترقب مجيئي ماسية على جبال اليهودية وحدها وبين الرعاة المنفردين وحدهم ففي بلاد الأمم أيضا كان يوجد جماعة انتظروه كانوا رجالا من حكماء بلاد المشرق وأغنيائها ونبلائها وفلاسيفتها فإذ كان أولئك المجوس يطلقون العلم على يدي الطبيعة فقد رأوا الله في خلائقه ومصنوعاته وكانوا قد علموا من كتب العهد القديم شيئا عن الكوكب الذي يبرز من يعقوب وبشوق ولهفة انتظروا مجيئه وهو الذي لن يكون تعزية إسرائيل فحسب بل نورا ينير الأمم وخلاصا إلى أقصى الأرض لوقة الإصحاح الثاني العدد الخامس والعشرون والثاني والثلاثون أعمال الإصحاح الثالث عشر العدد السابع والثلاثون لقد كانوا بحثين عن النور فأنار لإقدامهم الطريق نور آت من عرش الله إن كهنة أرشليم ومعلموها الذين عينوا ليكونوا حراسا على الحق ومفسرين له إذ كانوا مكتنفين بالظلام فإن النجم الذي أرسلته السماء أرشد هؤلاء الأمم الغرباء إلى مكان ميلاد الملك الوليد للذين ينتظرونه إن المسيح سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه عبرانيين الإصحاح التاسع العدد الثامن والعشرون فكما أن أخبار ميلاد المخلص لم تسلم للرؤساء الدينيين كذلك رسالة مجئه الثاني لقد أخفقوا في الاحتفاظ بصلتهم بالله ورفضوا النور المنبثق من السماء فلذلك لم يكونوا ضمن الذين قال عنهم بوليس الرسول وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جمعكم أبناء نور وأبناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمة سالونيكي الأولى الإصحاح الخامس العدد الرابع والخامس الشعب نيام كان ينبغي للحراس الواقفين على أصوار صهيون أن يكونوا أول من يستقبلون أخبار مجيء المخلص وأول من يرفعون أصواتهم معلنين أنه قد قرب وأول من ينذرون الناس ليتأهبوا لقدومه لكنهم كانوا مستريحين يحلمون بالسلام والأمان حين كان الناس نائمين ومستريحين في خطاياهم لقد رأى يسوع كنيسته كتينة العقيمة عليها ورق للدعاء الريائي ولكن ليس فيها الثمر الثمين كانوا في تفاخرهم يحفظون طقوس الديانة فيما كانت تعوزهم روح الوداعة الحقيقية والتوبة والإيمان التي هي من دون سواها تجعل الخدمة مقبولة لدى الله وبدلا من فضائل الروح أظهروا الكبرياء جاء وتمسكوا بالرسميات والطقوس والمجد الباطل والأنانية والظلم فالكنيسة المرتدة أغمضت عينيها حتى لا ترى علامات الأزمنة لكن الله لم يتركهم ولم يكذب من جهة أمانته أما هم فتركوه وانفصلوا عن محبته ولأنهم رفضوا الامتثال لشروطه لم يتمم مواعيده لهم هذه هي النتيجة الأكيدة لرفض تقدير النور والانتفاع به والامتيازات التي يمنحها الله فما لم تسر الكنيسة في أثر خطوات عنايته التي تكشف الطريقة أمامها وما لم تقبل كل شعاع من أشعة النور متممة كل واجب يعلن لها فستنحط الديانة حتما بحيث تصير مجرد حفظ طقوس أما روح الطقوى الحيوية فستختفي وقد زخر تاريخ الكنيسة بأمثلة متعددة تبرز هذه الحقيقة فالله يطلب من شعبه أعمال الإيمان وطاعة المطابقة للبركات والانتيازات الممنوحة لهم وطاعة تتطلب التضحية المنطوية على حمل الصليب وهذا هو السبب الذي لأجله يرفض من يعترفون بأنهم أدباع المسيح قبول النور المنبعث من السماء وكاليهود قديما لم يعرفوا زمان افتقادهم لوقى الإصحاح التاسع عشر العدد الرابع والأربعون فبسبب كبريائهم وعدم إيمانهم تجاوزهم الرب وأعلن حقه للذين على غرار رعاة بيت الأحم والمجوس القادمين من المشرق انتبهوا إلى كل النور الذي قد قابلوه اشتركوا في القناة